هذه هي مخيمات اللاجئين السوريين في سهل البقع مخيمات كانت تستضيف أصلاً العائلات العاملة في المشاريع الزراعية تتحول مع تفاقم الأوضاع في سوريا إلى نقاط إيواء للأقرباء الهاربين من التقاتل في مختلف المناطق السورية في هذا المخيم على أطراف بلدة الفعور لتجأت 58 عائلة أكثر من 500 شخص أتوا إلى هذا المكان من ريف حلب منذ أشهر أليلي يتوقعون أن يزداد عدد الوافدين مع تطور الأوضاع العسكرية بمنطقتهم في هذا المخيم إذن الذي يحظى بمساعدات من كاريتاس والاتحاد الأوروبي يفتقدون إلى المياه والكهرباء ويعانون الأمراض التي لا يملكون العلاج المناسب أو الكافي لها مثل جدرة الماء أو الجرب أو الأسوأ هو داء الليشمانيات وهو مرض جلدي يشوه المصابين باختصار شديد شرح المسؤولون عن مخيم الفعور وضع صعب يوافد من مقاطع التوسكانيا الإيطالي جاء يستطلع واقع اللاجئين لتحديد كيفية تأمين حاجتهم الملحة فبالنسبة لمستشار المنطقة في مسألة التعاون الخارجي ماسي موتوسكي يجب على الدول الأوروبية أن تفعل المزيد لوقف الصراع ومساعدة السوريين أوروبا وإيطاليا تعانيان بسبب المسائل الاقتصادية والمالية ولكن هناك مسألة السلام في البحر المتوسط وهي المسألة الأكثر الحاحن وعلى الجميع يتحرك ليعود السلام إلى الشرق الأوسط وإلا ستأتي الكارثة مع الحرب جولة الوفد الإيطالي البقاعي شملت أيضا بلدة مجد العنجر الذي أكد رئيس بلدية سامي العجمي أنها بدأت تكون غير قادرة على رعاية اللاجئين الذين توفدوا إليها فلم يعد هناك بيوت لإيواء والبلد غير قادرة على تحمل عواقب إقامة مخيم للاجئين على أراضيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر